في موضوع آخر بشرت مصالح سنوالغاز بولاية قسطنطين في أحصاء المشتطي والسكنات الواقعة بالمناطق الجبرية من أجل تزويدهم بالغاز الطبعية أين تم تزويد 50 عائلة بمشتط قصر قلال بولدية ديدوش مورات بقيمة تفوق 142 مليون سنطين ميكروفون لشمس الدين ثامن هذه المنطقة هي ضمن مناطق الضل اللي كاركم تشوفوا فيها الآن في مناطق جبرية وهذا كله تكملة للبرنامج تعمنات قد ضل على مستوى مدرية توزيع الكهرباء والغاز بقسطنطين السبع بلديات لتبع المجال انتحى اللي هي 887 عائلة استفادت من الغاز الطبيعي كل هذا على مسافة 31.44 كيلومتر وهذا بمبلغ إجمالي المبلغ الإجمالي مقداره 8 ملاير مليار سنتيم و 979 مليون سنتيم من المعاناة اللي عانيناها بالقلعة تعلق الغاز كما تشوف وراء الغرقة اللاسو فرونس البرد ما تقدرش تقعد في الضر في البرد اللي صنصية المعاناة واليوم الحمد لله عربتونا الغاز غير تميزرنا يعني في اليوم اللي هي ماذيك في الشتالي عدات ولا ذو كي يعني كي دخلتونا الغاز والله غيرنا حمده وربي ونشكره ونشكر لله الحكومة الجزائرية وتحية الجزائر ترجمة نانسي قنقر